مقتل اللعب الكاميروني إيبوسي كان أهم المواضيع البارزة عبر صفحات الجرائد لنهار اليوم الشرق اليومي عنونت إنها جريمة تترقت في المقان إلى حيثية الجريمة وفصلت في لحظات الأخيرة لللاعب وكذا مشواره الرياضي إلى جانب العواقب الوخيمة التي سيتعرض لها فريق شبيبة القبائل جراء هذا الفعل الشانع الخبر قالت أن الفاف تفكر في إبعاد شبيبة القبائل من جميع المنافسات ومنح 10 ملايين دينار أي 100 ألف دولار لعائلة الفقيد مع تكفل الشبيبة القبائلية بتسديد رواتب اللعب إلى عائلته إلى غاية نهاية عقده مع الشبيبة أوقفوا بطولة الموت عنوان مقان في صحيفة البلاد عدت فيه إلى الحالة التي آلت إليها كرة القدم في الجزائر بعد أن تحولت ملاعب كرة القدم إلى مصرح للجريمة وقت الجزائر دعت في أحد مقالتها الصادرة اليوم إلى وقف البطولة الوطنية لكرة القدم فلم يعد لها أي معنى وقالت أن فقدان إيبوسي سيبقى عارا على جبين بطولتنا الوطن الصادرة بلغة الفرنسية قالت أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا في قضية قتل غير عمدي للرعية الجزائرية عبدالحق جوردية الذي قضى نحبه مختنقا في سيارة الشرطة أثناء نقله إلى متار رواسي شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس عقب صدور قرار إبعاد الضحية من فرنسا إلى الجزائر ترجمة نانسي قنقر